هو قتل مراته وقبضوا عليه قال لأ وعرفه ازاي ابني الجران شافه من شباك المانور يا حرام الستة دي صعبان علي جدا اللي يصعب عليكي اكتر بانتها بعد قتلته باباها في السجن بس بقى تفايا تفايا بقى مش قادلة خلاص انا هبتجي عاجل بقى امان لو شفتي حلقة النهاردة هيحصل فيها بلاوي وانتي عرفتي بقى ازاي طنج مين التتر؟ انا شوف التتر كده افهم المسلسل كله ايه ده مين ده اللي جالنا عالصب ده لازم رمزي علشان عادل اتأخر عالبازار بلاه هو عادل لسه منزلش إيه اللي اخره كده النهاردة بيتانك عشان بقى له كام يوم بيشتغل كويس بقى بيكسل خلطمولة ازايك يا لون؟ وحشتيني امت عالي تعالي انتي وحشاني اكتر ماني شوفت مين جالنا خلطمولة امت يا ملمون وحشتيني انت وحشتوني اكتر والله كده يا وحشة يعني عشاني انتي قاعدة في اسكندرية ما تستعليش علاقتك خالص؟ اعمل ايه مشاغل كتير بروح مع الحج المصنع مش فاضية خالص يا حبيبتي خلطمونا انتي تعرفي طونت انعام حماتي فاكراها؟ اه طبعا فاكراها ازاي كست انعام ازايك انتي حبيبتي جلبيتك حلوة اوي اوي طول عمرك شيك يا ست انعام متشكرة اوي كل الزوق ايه ده ايه اللي حصل يا خسارة دي اول لبسة معلش معلش يا انعام خلط الشر وراحل بقولك يا مونة تعالي يا حبيبتي ده انتي وحشاني عندي كنان كتيرة ورهولي كهودي انا هدفل اغير الجنبية طابت العام اه ديه انتي واحدة عليمة وحش وحش طيب طيب شاقتك حلوة اوي اوي وزقها هيجان يا راني لا يا خلطو ده شاقة وحشة اوي ده مفيش فيها حاجة عطلة ازاي بقا دي وحشة وزقها حتى وحش جيدة للقاعدة هنا يا مونة بالعافية مش طيقة يا حبيبتي بقول لي ما تيجي نخرج شوية لا أنا لسه جاية ومش عايز أخر لا استنوا بس هاملكوا حاجة تشربوها بسرعة قبل ما تنزلوا بس أنا مش عايز أنزل هو أنتو هتنزلوا إمتى مفيش دعني تلبس اللبس ده وانتو نزل يا حبيبتي هنزل من غير هدوم يعني ولا إيه لا يا حبيبي لأ أنا حاجب لك لبس غيره ليه؟ إنتي قال أنا علي مثلا الناس يشوفني باللبس ده فيعكسوني ولا إيه؟ لا من ناحية دي تطمن أنا مطمنة خالص إن فيش حد هيعكسك بس وحياتك إلبس تلك بيجاما دي ما فاضل أيوا حبيبتي بيجاما هو أنا صاحب بزار ولا شحال يا حبيبي يا شخ خطري إيه أنا خالتي برا إلبس تلك بيجاما دي إيه ده خالتي الجاية تشهد مننا فلوس يعني وعايزان ألبسها؟ يا عادل بصراحة كده أنا خالتي عنيها وحشة عنيها وحشة؟ طيب ما تلبس نظرة شمسة أو عدسات أو لتنين مع بعض؟ طيب أنا خالتي عنيها مدورة يا عبخلق يعني يا عادل من الآخر كده أنا خالتي عنيها مدورة ومقورة ووحشة ولما بتشوفي الحاجة حلوة بتحسدها لا يا ماما إيه بتحسد إيه ده كلام مش مضبوط طبعا وبعدين لعلمك يعني الحكاية دي أنا مش بسدق فيها خالص يا عادل ده الحسد مسكوف في القرآن وأنا يا ستي ما اعتردتش بس اللي بيحسي الده بنا آدم بيتمنى زوال النعمة من البنا آدم اللي قدامه طب إيه رأي يا بقني ده حصل مع مامتك من شوي خلتي شفت الجلبية فعجبتها وقتلها دي حلوة جداً رحت الجلبية متقطعها حبيبتي ده صدفة أكيد يا حبيبي أرجوك ألبس الحاجات اللي أنا طلعتها لك دي؟ لا يا حبيبتي أنا مش هلبس الحاجات دي وبطال التخريف والأوهام اللي في دماغك دي أنا هلبس دومي عادي جداً وأخرج أسلم على خالتك عيبت وقولي على خالتك كده رب أنا أسطر خالت الشر وراحت خالت الشر وراحت يا إنعام دي تالي كوباية تتكسر ده طعم الكوبايات خلص خلاص مع إن شكلها جميل بس إزازها خفيف أعتقد ما يتحملش سخونية الشاي مش معنى يعني النهاردة ما إحنا طول عمرنا بنستعملها نعم حبيبتي عمرها اللي في ترادي خلص أنا بقى حقوم أعملك الشاي في كوباية بلاستيك على الله تصيحي يا كمان لا لا ملوش نازمة خلاص مش عايزة الشاي أحسن برضو أهلان 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 إزايك حمدلع سلامة الله يسلمك إزايك يا عادل الله يسلمك أخبارك إيه كله تمام الحمدلله أنا كنت عايزةك في خدمة أوي عناية طبعا تسلم عينيك أصلي ابني دخل جامعة القاهرة وبقول مش معقول بقى كل يوم هيسافر من اسكندرية للقاهرة ما شاء الله دخل الجامعة هو حضرتك أنا بالنسبة للبيت هنا يعني هو مفهوش أماكن خالص بس ممكن المطبخ والحمان الحمان ممكن يفضهوله خالص ويعيش فيه بقى براحته يحس بنفس تروت اسكندرية يعني البنيو عايز ينزل بحر الله ويململحه وينزل يعني يا ربنا يخليك لا مش معقول هيقعد معاك وهنا ده أنا كنت عايزةك تشوف له شقة نقجرها له ينفع تشوف لي شقة؟ أوي طبعا أشوف لك شقة بس يعني هي مش هتقل عن ألف جنيه في الشقة وماله يا عادل مونة ممكن تدفع وتدفع أكتر كمان وأنا بقول بقى برضو إنه هو بدل ما يقعد لوحده في الشقة أنا روح هقعد معاه وأخد بلي منه ما ينفعش يا مجيد أصلا هيقعد هو وثلاثة زميله على أساس بأربعة ويقسموا الإيجار بقى عليهم كله إيف؟ إيف؟ إيه ده إيه ده؟ ده؟ إيه المخور ده؟ ليه يا خلتو دي ريحتو حلوة خالص؟ لا 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 يا رانية ده ريحتو وعش أنا مش عارفة إيه اللي جرى للناس كل ما روح عند حد يشغل البتاعة اللي ريحتو غريبة ده بيغنوا؟ ويريتو محوق هي يعني في حاجات كتير تانية بس بنبتدي بدا الأول طب الشي بعيد عني كده المهم يا عادل إنت هتقدر تشوف لي موضوع سمسار كويس؟ آه إن شاء الله لعلم حضرتك أنا لي علاقات جندة جد آه أنا أحب جداً الرجل اللي لونه علاقات كده أنا فقا ما بحبوش وعادل ملوش أي علاقات خالطي يا راني فيه أي علاقات يعني بناس بتعامل معاهم يعني رجالة يعني مش عاجة وعشة استنى يا عادل يا خالطو ده عادل فيه كل العبر ده مجنيني ده خانيني ده ملوش علاقات وما بيحبش حاد ومتوتر وبيخاف من دله جرى إيه يا راني جرى إيه يا حبيبتي حد يقول كده على جوزه في وشه؟ طب استنى يا حبيبتي لما ينزل لا لا أنا هنزلت دلوقتي عشان تتكلم براحك بقى يا رانيه معلشة أنا آسف أنا أستأذن وإن شاء الله هشوف لك الموضوع ده متشكرة قوي عادل مع السلام مع السلام ألف سلامة إيه يا رانيه عادل جوزك شاب زي الفل يا سلام عليه وعلى زوقه ولبسه لبسه أخر شيئك موسيقى ها خش لبس اللبس اللي انتي يقول كده وعليه معلشة عادل خد الشر وراح أنا نفسية ياه دولا بيش هاد Henry ها 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 هدف كنت سور هادل فتقوم بخدها ماذا هم يتفer رحب الدخول رحب الدخول yours ل chiarسخ هل تأخذ بالطبع وسيكون بالطبع عملي كالفاعي سيب الشغل يا دوا قاعد عمال بتلعب السفارة يا دوا ايوه هنبتدي بقى هنبتدي ضرب هنبتدي طبعاً فين الشغل يا دوا ما بتشتغلش ليه؟ ايوه الدولة هو فين الشغل انت لسه قاعد فين الشغل دلوقتي فين ما فيش زبون ده خلينا النهاردة هدولة ما هو من خيبتك من خيبتك شو في بقية البزارات العائل اللي بيشتغلوا فيها بيستادوا الزباين من بره انت قاعد لي نوع عمال بتلعب لبالسفارة فين الشغل يا دوا ايوه دولة انا عايزك بس تهدي نفسك كده انت واضح ان انت لسه صاحب النوم يعني بالبيجاما دي انت تليق على هبسي كمان؟ دي بجاما؟ دي احدى سطاقم يا دوا الو ايه يا تيتي ايه يا تيتي عايزي ايه؟ اه ضربته انا حر ان انا ضربته واد قليل الادب بيستاد الزباين من الشرع اللي كانوا دخلين البازار وبياخدها عالبازار عندك عمله ايه؟ ماشي مفيش تعامل بيننا بعد كده يا تيتي ماشي ومش عايز منك حاجة يلا ايه يا دولة بقى هدئ عصابك يا عم انت ايه ده؟ ده تاسع واحد اتخنق معان نهاردة يا رمزي الظهر بقى ان رانيا فعلا كان عندها حق هو بصراحة يعني رانيا عندها حق في كل حاجة انت يا دولة يعني خلقي وشوكلي وروحك في مراخيرك مراخيرك ايه بس؟ رانيا عندها حق في حكاية خليتها اللي بتحسد ديه اه بتحسد يعني يعني انها وحشة صح؟ بس مش بتحسد ايه كلام ديه محترفة انت عارف يا دولة انا كان ليا خالة عاملة زيها كده برضو بالزبط اللي كان بيدايقني في الشارع كنت باجبها له ترقعه وين تجيبه الارض على طول ايه ده؟ اخيرا بقى لك فايد يا رمزي طب ما تجيب خالتك دي تحسد خالة رانيا عشان تبطلها حسد بقى خالص لا يا دولة مع اصلها اتعمل ايه يا دولة مع امي يا دولة كان عليها جزعيون انما ايه؟ كان نفس يا دولة يبقى ليا عين زيها كده بس تقريبا بقى حد حسدها حد حسدها؟ ولا رمزي يا دولة انا ملاحظ ان انت من ساعة ما جيت تشتغل هنا وفي البزار البزار حاله واقف برغم قبل ما تيجي كان شغال نار يبقى اكيد اللي حسد البزار هو اللي حسد خالتك يا لا بص يا دولة انا عندي بقى حل للموضوع ده انت تروح تجيب لها دجال شاطر علشان يوقف الحسد اللي عمال يتدلدق منها ده اجيب دجال ما جيبش وقت حقيقي يعني لا يا دولة صدق ان هو ده اللي هيحل لك المشكلة هلو ايه يا رانيا ها في ايه؟ ايه يا رانيا مالك مالك في ايه بس؟ ايه مال رانيا ماتت؟ ماتت سايا خبه وقت مالي هفت بقول ايه كليميكي ايه مالك ايه يا رانيا ايه 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 الصوت اللي عندك ده؟ التلفزيون فرقه؟ في حد حصل له حاجة؟ حماتي؟ مش ايش كان؟ اه قصد يعني ايه وامحاجش حصل له حاجة تاني وايه صوت ده اللي عندك ده تاني؟ تقم الصيني وقع عالارض الكسر؟ ده متر التلافج ليه؟ لا حاضر حاضر هتصرف بالزرعة حاضر 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 هتصرف بزرعة ماشي ولا رمزي ايه دول؟ انت تعرف فعلا دجال كويس؟ بص بقى دعبول انا عايزك تعيش في الدرعة للاخر ها؟ عايزك بقى تبطل الشغل ابو ثلاثة مليم ده؟ احنا داخلين يالا على نصبايا كبيرة يعني اخرات لك كل اسلحة الدوار الشامل؟ ايوه وكل بقى ما اتزور في الاسلحة ديا كل ما هم هي سدوه اكتر يا ولا انا عايزك تبقى دجال شاطر دم انا دجال شاطر يا عام؟ اتويكس اتويكس على خبتك دجال شاطر يا انا عايزك تبقى اشتر من كده؟ طيب هم عايزيني في ايه بقى ايه؟ انا هقولك اده عبول بص في دولة ابن عمي ها؟ عند واحدة ستة في الشقة هناك عليها عين انما ايه؟ تقوم ناشينا على الهدف وتقوم شيطة على طول يعني عايزان لها عصام الحضر عشان يصدعها ها؟ هم بقى عايزين يبطلوا الحسد ده طيب من احسن من ابو تريكا وش كمالة كمالة؟ ده لحدة فيها شبع مش كمالة ومع ده لها مش عايزة شغل كتير كده لا بقولك كده عبول صح صح كده احنا عايزين شغل كتير علشان يبقى مطالبنا كتير والفلوس كتير وبعدين هنبقى القاسم في الآخرة ها؟ مع بعضين في السكراتة لا 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 كده بقى الله الاستاذ عادل لازم يبقى عنا في المصلحة دي استاذ عادل ايه ده انا بقولك في السكراتة ده اذا كان الاستاذ عادل نفسه هو اللي هيدفع اه طيب خلاص انا هجهز عدة الشغل بقى وما تنساش بقى تغير اللبس بتاعك ده وما قالوا اللبس ده بقى انت هتشوه لي وتعمل لي كده انت الرائح تقطب يا دعبول احنا بقولك دجال دجال يعني ايه لبس اللي هو بتاعت الدجالين بتاع زمان, ده اللي هو التسعينات تسعينات اه فاكل بس انا متولادتش في التسعينات انا هقولك يا دعبول انا واتولدت فيها وهقولك يعني انت اتولدت قابلي ايو يعني الناس جر منك يا ولقى ب bikamus عد أقول أنت إيه؟ يعني تروح تلبس كده thumb? ها؟ و جلبية كده مرقع أحمر وأخضره وبخور أي و أي معرفة دجال video clip يعني mia inkol cual فسأ齧 حصل كده توكيرaty kontrad ه très,, حقوع ما جهزك video clip بقى ث� يا مامي يا مامي انخدت الشر وراحت اها الكلمة دي بقى ما بحبش اسمعها لان مفيش حاجة خدت الشر وراحت يا خسار البادي كان هيكل من جسمك حتى يرانيا يا مامينا خايف اموت خايف اموت ما تطوريش كده بقى يا حبيبتي ده تطوري كده ليه افتح الباب احسن انتو مستنين حاجة لا ان شاء الله خير يا مونة ان شاء الله يا حبيبتي احنا مش مستنين حاجة خالص يا مامي ازايك يا تيتا ازايك يا حبيبتي فين ماما بتاول عهي ماما نجحت في اللي متحان يا ماما وجبت في كل المواد عشرة على عشرة شششش يا سمين كبرت وحلوت وشعرها تاول حسنين يا سمين فيه يا راني لاي مفيش خلطو حاجة فيش عي حاجة مامي والله العظم لو بنتي جرانها حاجة لا تبقى قطيعة بيني وبينكي الأبد ايه ده ايه ده يا رانيا بتكلمة مامتك كده ليه؟ معليش يا مونة اصلي اصلي فيه مشاكل ما بيني وبين يا سمين اه انت يا بنت خشي قطك ومتخرجيش منها خالص خديها اعلاني على عوداتها فيه يا جماعة ماما نكحة هم بقى النكحين بنعمل معهم كده عجبك ولا مش عجبك ده لا ايه يا جماعة بتزعقوا للبنت كده ليه البنت نكحة وجميلة وزي الفل دي سفلة وقاللت الأدب هايوة سفلة وقاللت الأعدم خشوا دو المرة الجاية والله عشان تطبقتوا والله لنزاق تفضل 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 السلامة على الأهل البيته والبنيادمين مين البنيادمين ده عادل؟ ده 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 عمد عبول صاحب عادل من قام المدرسة بس هو بقى ربنا كرم وكمل دراسته ايوه 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 هو صاحبي يعني هو بس يعني ايه لابس لبس الغريب شوية لان هو اصلا فنان يعني والفنون جنون احنا عارفين طبعا خي 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 ده ايه هو لابس كده ليه اصلا احنا استعجلناه يعني وهو نازل وكان بيرسم لوحة اللبس الوحة هو رجل فنان فعله وكذا فين المذكورة اللي انا بكلمها اللعضة وتامك دي اوه عادل انا كنت عايز اسألك على الشقة عملتلي ايه فيها عملتلي الكل خير اهو اسأليه ووجهي له كلامك عطول هو ده السمسار اه هو سمسار بس هو يعني ايه فنان بس سمسار بس بوهيمي يعني اهو وجهي له كلامك كله بقى انا كنت عايزة شقة لطلبة يعيشوا فيها هو بيعمل ايه عادي؟ هو بيفل الهوى حضرتك ايوه يعني هو بس اصله مركز شوي يعني انا كنت عايزة شقة علشان اولاد يعني يعودوا فيها ايه انت بتعمل ايه؟ سيني بس هو مركز يعني مركز حضرتك مركز ايه ده مش فاهم حاجة خالص ولا سمعني ولا سمع انا بقول ايه؟ عادل هو صاحبك بيعمل كده ليه؟ اه 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 تقريبا يعني بيحلق لها ايه انا بقبول ركز بقى فيه شر فيه غل ايه احنا عارفين ان فيه شر وفيه غل ايه ده يا راجل انت ايه؟ ايه يا راجل انت انت هتدلق عليا ايه واتبواز ليدوم خلاص الشر رجى الاصحابه يا اهل البيت رجى الاصحابه خلاص مش مش الشر حضرتك يعني كده يبقى خلاص احنا في امان 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 مخشرة يبقى لبسه باني يا حساب الأمان طب متشكرية أو متشكرية الحساب ميت جنيه يا أستاذ بعدين مش الوقت مش الوقت حساب ايه يا عاد الحساب يا خالتو الحساب يوم الحساب حساب الصورة اللي حيرسمها لك مش كده يا عادل آه آه ده هو فنان فظيح بيرسم صور عجيبة يعني يلا 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 بينا يا بياخد على كل صورة يرسمها ميت جنيه على كده بياخد فلوس كتير قوي ايه 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 الشر رجع تاني يا ابني الشر بيوجعني خد بايدي يا ابني ايه 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 اقولك حلا تجيب يا اراجوز واعمل ايه بس يا رانيا ما كانش قدامي حل غير كده اهود لعنة الساب الاستاذ اه اخجة ذاته بس المهم بقى يا ستي دلوقتي ان انا اخلتك دي انا مش متداق منها بالعكس انا عايز استغل لها اخدها بقى تحسد كل البزارات اللي حوالي يخسروا كلهم وان الوحيد اللي أكثر يا زلال ولما تحسد بقى الفلوس اللي انت كسبتها فطير اه صح طب وبعدين ولا حاجة انا خايفة بصراحة لو فضلت قاعدة كده البت يولع ايوه طب والحل طب يا رانيا الحل هي جاية تدور على الشقة لابنها دور لها الشقة الابت الدنيا على الشقة ما عرفش اول مرة حاجة تقفل معايا بالشكل الخريب ده خدها من ايديها وانزول ودورها على سمسر ارجوك يا عادي وهو بالمرة على فكرة بقى عربيتك مش هبتحسد لان اصلا عربيتك محسودة خلقة عارفة بقى انا بفكر ان خالتك دي ياريت تحسدنا يا سلام هي شايفانا طبعا من الجمعين كلنا في شقة واحدة تحسدنا بقى بحيث نتفرق كل واحدة فيكو في حتة انا باش في بالك بقى لما تحسدنا عشان نتفرق كل واحد فينا في حتة تحسدنا فانموت فانو تحط كل واحد فينا اه 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 خلاص وصلت وصلت بس ما تقلقيش وانا واخدها وراحين ندور لها على الشقة هخليها تركز انها تفرقنا في شقة مش في ترب الغفير ولا البسدين ايوة يا سامير يا حبيبي بابا مالو ايه في ايه يا ابن مونة اتصل بالوقت وظاهرنا الحج تعبان ايوة يا حبيبي انا جاي على طول مع السلام اه تمشي اه تمشي ايه يا خلطو يا حبابتي ايه اللي حصل لازم امشي الحج تعب فجأة ونقلوه المستشفى هو كان تعبان قبل ما تيجي يا مونة ابدا يا اختي سايبه زي الفل والله دي عين وصابتنا احنا دايما محسودين كده على طول يمهل ولا يمهل انا ماشي سلام يا عاجب هتحب اوصلي كل حاجة؟ لا يا حبيبي معي يا عربيتي مع السلامة يا خطو مع السلامة يا حبيبي مع السلامة يا حبيبي الحد خالص اه هم تكلم ايوة الحن يا عاد ايه ايه؟ الحن يا اختي نزلت لقيت عربية للي دا اشدشت العربية بتاعتها ها الحمد لله دلوقت اتطمننا العربية بتتصلح والحج خرج من المستشفى وكله تمام الحمد لله أنا بس أعايزك في حاجة تفضلي معايا يعني في خدمة بسيطة من عيني أيوة من عينيك بصي من الشفاك كده شايفها البازار اللي هناك ده فين ده البازار اللي هناك ده اللي فيه ناس دخلة خارجة كتير جدا دول أنا مش عارفة أنت تقصد أني واحد اللي في آخر الشارع هناك ده ياه نظرت جاي بالآخر الشارع فين حاجة دخل في عيني ولا إيه إيه ده أنا أتعميت سلام عليكم عليكم السلام مالك يا عادل فيه إيه مفيش مفيش سمعت خبر كده وفي الشغل يعني زعلني شوي إيه لغوا التماثيل لا لغوا الاستذراط يبقى أنت أقول لها هتزعل لا يا ظريفة بابا عيان وإيه اللي يزعل في كده عيان عيه جامد يا ماما هيعود له سنتين ثلاثة لحد ما يخلص زنوبه ده زنوبه قد كده أنا عايز أشوفه ما تبصي ليش كده زي ما انت أمي هو برضو أبويا هو صحيح يطلق أمي وصحيح يتجوز صاحبتي وصحيح يشربني في أعاره البيوت وصحيح خلي أنصاف الرجال يتحكمه فيا بس ماما كان أبويا برضو قول لي يا عادل هو مالك فيه إيه أنصاف الرجال ده حسبك عليه بعدين عموما هو عيان عيه جامد فيه اشتباه في مرض خطير ورائد في البيت اشتباه؟ هيبقى هيعياله يومين تلاتة كده وبعين يقوم زي القرط إيه اللي بتقولي ده يا ماما؟ تلاقي بس بيعمل حركتين كده على مراته عشان يهبش منها سلسلة ولا غوشتين زي ما كان بيعمل معايا بس لأ لأ دي ما يقدرش ياخد منها حاجة أبدا دي هي اللي عيته سوا المنطع دي أحقر إنسان على وجه الأرض بس بوسي بقى ماما ما تزعلش مننا لو روحنا زورناها لا خالص ما زعلش أنا ما زعلش من الحاجات دي أبدا طب جربوا كده روحوا زروش وفوني هزعل ولا لأ؟ ماشي يعني هي نروح يا ماما؟ أه روحوا بس قلبي وربي حيبقى غضبان عليكم أمك ثم أمك ثم أمك ماشي ثم أبوك عادي أنا يظهر معرفتش ربيك وكويس بالعكس يا ماما إنت عشان ربيتينا كويس إحنا بنفكر نروح نزور بابا لكن لو إنت بقى مصرة على الفشل في تربيتنا بلاش نزوره مادام ده يزعلك بلاش نزوره مش كده سنة؟ بلاش بلاش سنة تعالي عايزك في حاجة تانية خالص غير موضوع بابا بعد إذنك يا مام تعالي أمه Heart حنعمل يدلوقتي؟ بصي با سهناك ما فيش حال غير إن أنا ونت نتقابل كإن أنا راح الشغل ويننا راح المدرسة عادي جدا وبعدين نزوق وانكدت يعني نروح بقى نقابل بابا حلوه زيوات فكرتني فكرتني أيام ما كنت بازوغ من المدرسة أيام واللي مع الودّع بابا يا حبيبي يا بابا ببامين يا مبابا بتزوغ Boys ماشي ماشي أنا بقى كنص الراجل زي ما انت بتقولي هعديلك الموضوع ده كنتوا بتزوغم ل المدرسة تروحي الفين يا بيت والله ما حاصلة والله ما حاصل كنتوا بتزوغم مع مين اصلا والله ما حاصلة وانا بقى كانوا العيل في المدرسة بيقولوا عليها ايه من وراي ما انا كنت ساعاتها ما ببقاش في المدرسة عشان عشان عب بيقولوا ايه عليك ساعاتها يا عب مش ماشي بس انا مش هعدها لي كسانات ماشي ماشي حديث خيني الموضوع بابا بكرة بقى ان شاء الله نروح لبابا بس لعلمك يا عادل انا لازم اتأكد ان البت اللي اسمها الزفتة المنطعي دي الكارتة الغتيتة البردة ديت مش موجودة في البيت وانا بتتنايل تروح للمدرسة الصبح ما بترجعش للدور موجودة مش موجودة مش دي القضية المهم دلوقت احنا مش عايزين نركز في اي حاجة غير موضوع بابا بابا ده لازم نتطمن عليها الله واعلم اين اللي ممكن يحصل له لا ما ينفعش يا عادل ما ينفعش نروح البيت وزفتة مانطعي موجودة في البيت يا عادل لاني لو شوفتها المسيكا مش عارقة مرشها في العرض مرشها كده وارتكب جناية مع سبق الاسرة والتلصد كنت بتخرجي مع مينا بات؟ والموش عبا حاصن بسال خير بسال خير بسال خير رانيا مين حضرتك؟ سلوى المنتاعي يا حبابتي سلوى المنتاعي اللي اسم ده سمعته قبل كده يا ربي فين منتاعي منتاعي اه اه وحضرتك ليكي اي اصول ألبانية؟ اه اه اصول ألبانية بالنسبة للبان يعني سيدي الله يرحمه وكان شغال لبان اللبان بعد كده اتقوّر نفسه حبي يجدد اشتغل في الزبادي اجابلك سلطانية؟ فين تدوني العرة اللي اسمها سنقوى اخوها النطع اللي اسمه عادل انت كنت بوراي بس 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 بزعني شمالك يا حبابتي تفن من بوقك القريب قال ده انا بقولك من عيلة المنتاعي عيلة كبيرة يا اوي 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 اش جاب لي جاب يا حبابتي دول عيلة رمة دون وطشيين لماما بيشربوا العصير في كياس بلاستر ما عرفوش طريق العصير ابو كارتونة اللي لما دخلوا بيتش يا حبابتي انا ملاحظة ان حضرتك مستفزة منهم بشكل استفزازي بحت ويعني كده في استفزاز هل ده لي اي اسباب من وجه نظرك؟ ايه حبابتي هو حضرتك مزيعة؟ ايه يا مراتوا علي ولكن كنت حالة كده بس المشكلة ان كان في شوية ظروف علي بس انا طبيعتي تسقفية ومهتمة بالثقافة طيب يا تسقفية ومهتمة بالثقافة شدي طولك كده هتشيلي كباية مياه وينتي راجع حسقاف لك ماشي يا سناء ان ما فرجتك ماشي اهلاً اهلاً يا حبيبي ياللي رمي ابوك عندي رمية الكلب الاغرب وشايل الى خناف فضل مش طالح بس لما يغر ويروح في ستشين دهية تيجي تقول لي سبلي كام؟ لي ايه ولا ايه حبيبي؟ اسرب يا عادل اهلاً بابا مالو بابا جرالو حاجة؟ لا حبيبي بابا استمرته خلاص خلصت بتتماجي بيسلم نامر اللي محد فيه تفتكر وقاب سدرينا وجاي طل عليه ايه؟ عايزين نصرف عليه من جابة حبيبي؟ ايه همه دي؟ ايه صدالبت ده مالوش حرمه ولا ايه؟ مين اللي؟ اهلاً اهلاً اللي ان شاء الله هتتكفي على وشها في نار جوهنم الدون العرة اللي مش هتشوف الجواز ولا تخش بيت العدل يحني محرومة من الاتنين انك تخش دونيا وانك تخش اخرى ان شاء الله هتتحلم منه طول ما انت رمي ابوكي عندي رمية القلب الاعرب ونايمة جاوة حبابتي على مرتبة ريش انت غيرت المرتبة يا سناء؟ انت اتش 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 بتتكلمك ده ليه؟ بفوقكو حبابتي عشان انتو على دون جلدكو تخين لا 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 كفاية اوي كده بقى هو اي انا عشان سكتنانو مش عايف حمل ايه في حمرو لعلمك بقى مش كلنا جلدنا تخين العلم اتش 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 ات تبت كده عادي يعني الله عنه سناء اللجقة العانس المتطلقة وقفة كده اتكلمني راس براس فيستو فيست يا نهاري سود دي من جملة واحدة بس جابت اخرك يا سناء ايه الستة الفضيعة دي دي بتتعشى سمي دي ولا ايه هو سعقة سناء المنطاعي ده يعني ده اسم انسان ولا حيوان وتحور ماما يا ماما يا ماما روح الماما يا حبيبتي خليها تردعك ولا تجيل انا اقوم بالواد ماما واضح ان حضرتك استهلكت صوتك يعني اتفضلي حضرتك تحبي تشرب ايه؟ ولا حاجة حبيبي شربها من كعاني من انا من ابوكو فيش منع اضربلي سندوتشين على السريع كده ما عنديش وقت اوي اوي فرصة الانتقام راميه؟ ايه حبيبي بقولك ايه؟ اعملنا سندوتشات من اللي انت بتحبيها بجد شي عاجل؟ بجد فرصتك اهلا 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 وسهلا اهلا اهلا وسهلا يا فنا مساء الخير ايه حبابتي ايه؟ دخلت الطريقة علي كده؟ فوت فوت لا ازاي؟ ده بيتك ومطرحك ازايك يا مدام؟ محسن منكو كلكم يا أختي اكيد طبعا وإلا ما كانش سابنة وراح اتجوزك ما هو مقلب وشربته يا حبابتي طلع موقوس معلش يا الله يكون في عونك ده انتي بنت قصول كل الناس بتشكر فيك ده انا واضشة ليه بنت قصول شوفتي بتتريقي علي ابدا ربنا يهلم انا بقول عليك ايه؟ انتي غلبانة غلبانة؟ ايوة واحدة من علق المنطعي وتقع في سعيد القرش تبقى غلبانة سكوتي يا أختي ايه؟ اصل هو كان ساعتها يعني احسن اللي تقدمولي بس ما تجيبيش سيرة للناس دي دول ناس واضشين قوي انهم قعدت دخلي بالحنجل والمنجل وكلام معصول يا أختي دوقني قضى علي خلاني مش عارفة انت سكوتي آي حلوة قاوة ترويد الناムرة ده ماما بده نسميك انعام الحلوي تطوص د Tip آه نسيتوني جاية في ايه؟ أكيد عشان صلة الرحمة ذات برافو عليكي هو ده لو انا جاية فيه جيب فاتورة علاج الدكاترة والأدوية والاستباليات اللي كنت بروح بها بابوكم بابوكم؟ بكرا ان شاء الله يبقى عندي شيء من المبلغ ده. ده بره الحساب اللي حيبقى بيننا وبين بعد لما يتكل على الله ويروح في داخل. نبقى نقعد بقى يا حبيبي ونتحاسب ويبقى خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات. يا اما هشيلوا هلا بيلا وارمهلكوا هنا على بير السيني. وشدة اللغراف للمناطعة يجو لكم هنا يخلوا اكبر حتة فيكوا قد كده هوا. ماشي؟ من غير سلام. طب وبعدين يا دولة انت معك فلوس تفعلها؟ يا ابني انا لو معايا فلوس كنت ماشيتك اصلا من بازار وكنت جبت حد عادي اللي يعود يساعدني هنا بدل ما انت مرماطني كده. طب ربنا بقى يا سهل يا دولة ويفضل حالك واقف كده على طول. اللي اقولي يا دولة يعني يا هل لو اديت لها فلوس هي هتسكت. يا هل يا هل يعني ايه؟ انا اقولك يا دولة يعني انت لو دلوقت اديت لها فلوس هي اكيد طبعا مش هتسكت هتوقت بقى تنحر فيك وتفتز فيك وهتجيبك الحظ. تفتز ويا هل اتنين مع بعض ولا هو انت خريج مدارس لغات ولا ايه؟ لا يا دولة خريج مدرسة الحياء. المشكلة بقى لو ما دفعتش. منطع دي هتجيب كل المناطعة اللي عندها. وكل نطع ونطع فيهم قد النطع. بص يا دولة انت ولا يهمك انت خربش تكسب على طول. ايه خربش تكسب ده اعلان؟ انا هقولك يا دولة انت عارف الكروت بتاعت الشاحنة بتاعت الموبايل مش انت بتخربش فيها علشان الرقم يطلع لك؟ انت عط بقى خربش فيها واستنطع عليها كده. وبكرة هتبقى انت كمان بقى منطعي وهي منطعي ومنطعي على منطعي ما يبرمش يا دولة. يعني مش هندفع. لا 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 مش هندفع سناء بص يا سناء احنا لو دفعنا الست دي هتفتزنا كتير يعني. السؤال هنا يا هل لو رفضنا ندفع دي هتشتر. يا هل يا نهرس واحد رمزي بقع علينا كلنا. بص يا ماما احنا لازم نتعلم من التاريخ. اي بلدين بيختلفوا مع بعض وبيجوا يتفقوا بيعلوا سقف الطلبات. يعني مسلا لو في بلد ماشي جت احتلت حتة من بلد تانية. تيجي البلد التانية قبل ما تطلب الحتة للبلد الاولانية احتلتها. تقوم البلد الاولانية تحتل حتة تانية. فتيجي البلد التانية مش هعارفها بقى تطلب الحتة الاولانية ولا حتة جديدة اللي احتلتها من البلد الاولانية. عشان كده بقى يا ماما ما بيقاش قدامهم غير الخيار لاستراتيجيا قال اتكاه المشاكس حكة ايه وبلد ايه وتانية ايه عادل هو احنا بنقسم المطبخ بس انا بقى لا يمكن اقعد مع الحشرة دي تاني يا سلاة ما الحشرة دي انت كنت بتتكلم معاها بمنتهى الزوق ومنتهى الأخلاق المرة اللي فات آه ما هو الأدب والاحترام والزوق والأخلاق بكسر سمان وهي كمان ما طايتش تقعد ونزت الزحلقت عالسلم الزحلقت تصدقي فكرة والله يا ماما ايه نزح لقها من عالسلالم ولو هي طلع نحط لها سمغة دي الزقف السلمة القوانية زي الفار وعلى نفوقها بقى بالشباشب بنحدفها في تمخها لا 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 يا سلاة لا بالصحة طبعا احنا مش عايزين نلجأ لخيار الحرب خلينا في الخيار بتاع السلام السلام باكسر شوكة الشرير دايما طول الوقت عندك حق السلام اسلم طريقة في التعامل معاها يا سلاة انت كل شوية بتجنحل السلام ليه هي البت دي شفيتك يعني وانت بتزواغي من المدرسة عموما بصي احنا مش هنتفع ولا مالين واعلى ما في خيلها تركبه طباب اه تقوى بابا ياولا ماما لو سمحت يا ماما انا محبش ان انت تقولي كده على بابا بعد اذنك يعني بابا بقى ربنا يتولاه نفس النتيجة ياولا اخيرا خلص ايه ده دي السندويتشات اللي احنا طلبناه من بقى ايه احنا ده عارف ما احبش اتكلمت ابدا باخد وقت اه 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 اضفع الاصول strategms ايه يا اصغر اه ياولا عموما لا ترانزيت ولا من بره بره هو عموماً لو من بره بره أو ترانزيت في الحالتين أحسن حاجة لي كفاءة يا رانيا اشتغل في مطار مباب جد يعني جد 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 أنا عيما أستحمي أستحمي إيه؟ أستحمي إيه؟ أمسكي عليك يا بيج أعودي أهلاً واستهلاً ما دايماً تشباعي ما انتعي؟ بدل ما تتقطعي يا حبيبتي شعرش فادي عليك الفلوس جاهزة أو ليس جاهزة حبايبي؟ الفلوس جاهزة حضرتك أيا بس بتتكوين تتكوين؟ تهزر 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 بقولك يا مدام إحنا بقى مش هندفع وممكن ترملنا سعيد من بيري السلم إلا أنا بسمعه دا يا حبابتي أكيد تتهزره إنتو بتستعبهاته بقى حضرتك ليه متعصيدة قوي كاب نعطني عليها ليه ليه حضرتك المسألة ببساطة خلص احنا عادين على المائدة المستديرة ايه تفضل يا حضرتك ادرابي ساندويتش وانت بتتكلمين اه تفاهم عادي يعني امممم حبايبي انت اللي قلت لهم اكيد خليشهم ما يدونيش فلوس يا حبابتي اه بصراحة ولو مش عاجب تروح اشرب البحر يا اختي مش هشرب من البحر يا حبابتي مش هشرب من البحر هفرق قهوة سدة واشرب معاهم ها ياللي بتدري على حل شعرك يبدأت التاريخ والثور معايا أنا رادي ديها فلوس تعالج بابا هي ملزم بأنه ما بعيره وبطلع من فلوسها الخاصة ليه؟ هي تاخد فلوس مننا تعالج أبونا يا بيت، انت رجعت في كلامك ليه؟ ماسكى عليك إيه إحكاة التاريخ دي؟ التاريخي عادل يكون لما نتكلم فيه من شوية الأرض والحتة والرابع والثمن والتأسيم أنتوا قاعدين تسيروا وصايبين يكون في نفسي خلصوا لخلص عليكوا نفر نفر حبايبي ايه؟ إيه دا؟ إن أنا باكله دا؟ دا نازل جوفي عملي قطع فيه كإني باكل إزاز مسلوء حضراتيك؟ لا لا، دا هو بس في الأول كده بعد كده هتتعود عليه بعد ما يكون خلص يعني لا لا إنت سندودش ملطوف يا جماعة خانتون للقاعدين هكا الفجر بعيد هههههههه ههههههه! يا ي julina هكذا التسمى هؤ kay m Randlli يا بابا أول حاجة أنا مش نبيل أنا عادل تاني حاجة إحنا نسمى لهاش هي مفقوعة وقعد أتاكل في السندويش بتاع الكورتون في النزول ومين بقى اللي عمل لها السندويتشي ده؟ رانيا امراطي اه يا حفيز يا رب ورانيا تعرف منين ان امراطي منطاعي لما بتتنربز بتاكل اي حاجة قدامها والله ما تعرف يا بابا ده اللي حصل ده حصل بمحيد الصدفة مراحيد الصدفة مرشي وانت وانت وقلولات الادب يا انطاع محدش فيك ويجي يسأل على ابوه هو عيان ويدفع له مصاريف العلاج يا بابا هو عيان ايه بابا ما انت زي الفل اهو جاي بقام يسكت مش هجره ما عندكش اي مشاكل وادان يا بابا بطل الحركات دي لو انت محتاج فلوس وفي اي وقت تعال اطلب مني يا بابا انا مش هتأخذ طب هات ايه يعني معقولة هعز عليك حاجة ده انت بويا برضو يا بابا ماشي هات يعني معقولة يا بابا مسلا تبقى انت محتاج حاجة وتيجي لابنك وتقول له هات وما يدكش اكيد هيديلك طب ما تبرز بابا انت ديجي تعملني ان انا غريب انا ابنك يا بابا اعملني عادي يعني لاه الا الله طب والبنت اللي اسمها منطاع مراتي دي انا لسه مغير لها اقدر لنقدة بحاله برضو هي في مقام امي مدام اتجوزت ابويا يبقى في مقام امي وقت ما هي تحتاج حاجة تقول لك فتبقى انت كمان محتاج حاجة فتقول لي فهنتصرف يعني معقولة هعز عليك حاجة ما تقلقش خالص يا بابا المهم انت عايز حاجة ديجي لا يا اخوة ربنا اخليك ليه بابا ما تتكسفش يا بابا بس يا ماما حاول بقى ايمين حاول شمال مطلش مني ولا مالين بس انا كنت متأكد يعني حبي يلعبني بقى ويقول لي اه اصلي مراتي كمان عيانة اللي كانت جاية انا هو عمالة تتنطط علينا وتستهبل جاي بيقول لي العيانة وشايل لها المعدة اتفضالي شفت بقى زي ما قلتلكوا بالضبط ان هو بيعمل حركات عشان يهبش منينا اي حاجة ما هو واتي ومتجوز واتيا يا مو انا صدقت فعا انه هو كان تعبان وكان صعبان علي قوي عادل صعبان عليكي اعرف ابقى انا اللي كان صعبان علي بجد مين بقى انا كان صعبان علي احنا احنا ان احنا كنا خايفين عليه وان احنا كنا قلقانين وخايفين ان يبقى فيه مرات وسالوه دي بالذات اما دخلت علينا الدخلة دي احنا تلبخنا فيها لكن على مين الحمد لله ربنا في اخر لحظة خلانا نعرف ان كل ده كلام فارخ فعلا طيور على اشكاليها تقع سيبك بقى من الطيور ومن الفلونزة الطيور وليلي بقى ايه حكاية التاريخ وحكاية سلوى دي كانت تعرف عنك ايه فعلا كنت بتخرج انت وهي وتروح وتقابله شباب ايام زمان ولا لا هو انا ما قلتلكش لا طبعا ما قلتليش طب انا كنت هقولك طب اتفضل يقولي الفرصة قدامك اهو قدام ماما عشان ما تنرفز عليك ما هو مش ما قولي يعني تبقى انت اخويا وما قولكش اما تقولي يا سناء ما تستهبليش ما انا هقولك ما هو مش ما قولي يعني الغريبة تبقى عارفة واخويا لحمي ودمي ما يبقاش عارف اخويا يا سناء عشان لو عرفت من برا الشباب الجاي بساط جو حار ناري عادل بالعكس انا شاف النهاردة الجو الحمد لله ما شاء الله يعني الجو زي الفل من نهاردة درجة الحرارة تفعت جدا سبعين فهرس نايل اي كلام بتوليه في اي حتة وخلاص فهرستايل اسمها فهرستايل يا ماما تعرف لو درجة الحرارة تفعت عن سبعين الناس ممكن تسيح زي ما حصلت الحادثة دي قبل كده في البلد الاوروبي اللي اسمه ايسلاند طب انت عارفة اصلا ايسلاند دي يعني ايه؟ ملهاش معنى طبعا يعني هي مصر ليها معنى؟ يا نهار اسوح طبعا ليها معنى مصر ام الدنيا معروفة قالت لك ايسلاند دي ده اسمها ايسلاند ترجمة لأرض التلج معقولة الناس يسح فيها انت عارف اكتر حاجة بتنرفزني فيك ان انت بتفتي وانت مش فاهم حاجة اصلا ايسلاند دي سموها ايسلاند علشان الناس كانت بتسيح في الحادثة الفضيعة والناس هناك كان نفسها يبقى بلدها فيها تلج فسموها ايسلاند يعني هي اسمها ايسلاند بعد الحادثة منك لا يا رمزي بوصت بايه لك ايه؟ عادل انا مليش دعوة انا مش هعيش من غير تكييف في البيت تكييف؟ وأنا اجيبلك تكييف من ايه؟ انا اجيبلك فلوسه من ايه؟ يا سيدي ده امه مرفت امه مرفت لابت تالي التكييف ليها على التوالي ايه ده امه مرفت بقت هترك؟ لابت واحد ده في الصلاة وواحد في قط النوم اكيدي التالي اجي في العرضة بقى لابت تارت في الحمام ايه ده محطتش واحد كمان في البلكونة؟ ايه حد في الدنيا يحط التكييف في البلكونة؟ ايه مادام ربنا كريمها الحمد لله بثلاث مكيفات حط واحد في البلكونة تجيب تاراوة للناس اللي ماشي في الشارع عادي يعني وبقى يا عادل انا مليش دعوة العمارة اللي احنا ساكنين فيها بزت لبرا من كتر التكييفات اللي فيها الا شقتنا الشقة الوحيدة اللي لسه مبزتش لشان ما فيهاش تكييف بص يا رانيا يا حبيبتي احنا شقتنا بزل جوه الحمد لله من كتر الناس اللي فيها وبص بقى يا رانيا بعد كده مش هجيب اي تكييفات لان التكييفات دي بتكلفنا الكهرباء كتير كفاية او ان الزبالة على الكهرباء هنعمل كمان التكييفات على الكهرباء ايه الكهرباء هتستعمل ايه ولا ايه؟ بص يا رانيا درجة الحرارة البردة بتقلل طاقة النكت والهرت والخناء بين الافراد في البيت عشان كده لو تلاحظ ان احنا في الشتا خناءاتنا بتقل بشكل ملحوظ جدا صدقا خلاص يا حبيبتي اوعدك ان شاء الله الشتا اللي جاي اخلي خناءاتنا زيادة بإذن الله على فترة بقى الكلام ده اللي قالته البحوثات الاخرانية موسيقى سامح ابت الرازي الشهير بسامح فريون منذوب شركة ايلند المكيفات مكيفات ايه ده؟ ايه عادل هو الكيف بقى يتباع عليني كده خلاص؟ بس يا بس يا احب حضرتك ااخد فكرة عن الاسعار عندنا 3 احجام حجم صغير حجم متوسط وحجم كبير اه على اساس ان طب ما عندكوش يعني على طول بقى متوسط صغير كبير؟ والله في كل الاحكام ايه يا عادل في كل الاحكام انت عايز الحاجة دين مين؟ لرانيا يا سيدي رانيا؟ يا خبرة بياطة طب وياسمين منتوكو مش خايف عليها يا عادل وده حصل من امتى ده؟ انبارح قالتلي خلاص مش قادر اعيش من غيره اه ده كله من اصحاب السوق انت هتقول لي قاعدت مع دارتنا لقيتها مبسوطة بالمكيف عايز اتقلدها من اهم مميزات مكيفاتنا انك هتحس انك قاعد طبيعي مفيش اي تغيير في الجو حواليك وطبعا هتبقى مبسوط؟ اه اكيد طبعا اكيد هبقى مبسوط اه اهم حاجة انا عايز بس حضرتك يعني ايه؟ حاجة سعرها مهاو ايه ده ايه ده ايه ده عادل ده وعايز تبقى مبسوط وانت كمان عايز يا عادل وفيها ايه يا ابن المكيفات بقت مالية البيوت كلها وخصوصا البيوت المحترمة المحترمة يا خبرة بياض وكل السنين دي كلها وانا فاكر الاحترم مغلب ده انا على كده بقى واطي انت من غير كل السنين دي كلها انت واطي يا رمزي ايه ما تندهش انت واطي مهمة اه حضرتك يعني اخذ فكرة بقى عن الاسعار ده حسب النوع في عندك الياباني والصيني والامريكاني بس الاقوى الالماني لا 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 ده حضرتك كده يعني شكلك كده تلموس لان اجمد حاجة المغربية وبيجي بعد كده البلد بلعج اسملا انا اطلع مرّة مرّة والله هنا بلق عني انا اسف جدا حضرتك ل Modernity خد عينا لا افدا مافيش حاجة طب هااهequفك نظام التقسيد detradar واسط على خمس سنين واسط على عشرة سنين يه ثلاث سنين هيبقى صعبة بالنسبة لي خمس سنين برضو هتبقى مشكلة بس ما عندكوش بقى على عشر سنين ايه ده؟ ده اكيد الراجل بتاع التكيير التكيير جاه التكيير جاه سهل خير اهلا وسهلا يا بشموهندس كلنا في انتظارك اتفضل من هنا يا بشموهندس من هنا ثاني واحدة يا أصطف من هنا اتفضل تعالى معايا اصلا انا مهمتي ضغطها عالي وبتتحرر بسرعة وبتسيح مننا فانا عشان التكيير يزم يدخل لها وضعتها تفضلوا لا 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 استنى استنى انتوا هو استنى 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 يا بشموهندس اذلك لانا فقالك اللي انت بتقول لي ده اسمعوا بقى وقول لكم القودة دي من فضلك يا بشموهندس القودة دي الوحيدة اللي ما فيها الشباك وانا خزيت النص انا وولادي من كدر ما انا فساونا مقدرش ساونا هو انت تخنتي وربربتي يا حبيبتي لما جيتين امتي عندنا وكلتي عندنا ايه ده ايه ده ايه ده انتوا بتسمعوا كلامها انتوا رايحين فين تعالوا من هنا التكيف ده جابه ابني حبيبي عادب اه اه طبعا يا ماما طبعا اكيد يعني ده انا جايبهولك مخصوص عشان لما تيجي تزورينا باذن الله اش هجال اقولك فضل يا بشموهندس ايه ده؟ مستخصر فيه حت التكيف؟ لا يا ماما طبعا معقولة ما فيش حاجة تغلق عليك ان شاء الله اول ما خلص اسطو هجبلك واحد جديد انت يا عادب ايه مفيش كمان انا عشر سنين على طول بعد عشر سنين يا بابا اكون اتجوزت وخلي جوزي ييوم التكيف يحط في قودة تيتا ايه ده؟ ده على اساس ان انت هتجيب جوزك يقعد معانا هو الاخر ولا ايه؟ يا بشموهندس احنا تعبنا ونفسنا اتقطعم الوقفة يا ريد تتفقوا وتخلصونا حنحط التكيف فيه؟ اسمع كلامي وخش على القودة دي والتكن على الله يلا يا بشموهندس يلا بحذرت قلبي على نفسي ما بيش هدوايه في جنبي معلش يا مامتي يا حبيبتي ما تزعليش هديكي الهواي اقولك هخصصلي كل يوم ساعة جوا في التكيف اسمعوا يا جماعة احنا دايما بنمر بالموقف ده ومع الخبرة عرفنا الحل احنا هنعمل قرعة وهي اللي هتحدد من اللي هاخد تكيف اه انا اختار الملك وانا اختارت الكتابة وانا ايه لو اتعلق في الهواي بأنا اللي كسبته ولا ايه؟ لا طبعا ماينفعش بقولك يا بشموهندس ما عندكش شيليند بتلت وشوش؟ انت فاكرني حاولك لا 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 موضوع القرعة ده ماينفعش اسم ده كلام فاضي موضوع القرعة ده؟ موضوع القرعة ده يحرم على شكل كتير اتفضل بشموهندس شوف شولك افنيد المقر ممكن تكونوا اتفقتوا عارف لو جيت حضرتك بعد عشر سنين بعد ما خلص القصة هتلاقينا واقفين من نفس الوقفة انتو ملكش غير اقتراح الشلم وهو ازاي بس حيبدا ماتعلق في الهواي يا عادل استني بس يا راني اتفضل يا بشموهندس الشلم منزلش يا جماعة اتعلق في النجفة اااااااااااااااااااااااااااااااا انا انلكزين مبروك يا ماما مبروك يا ماما مبروك يا ماما بيت بركيلي علي ايه عبيطة ما انت بخلي معنا في نفس القوضة لاي انا هنام مع بابا وماما في القوضة بص يا حبيبتي مش هينفع تنامي معنا في قوضتنا انا وماما عشان انت من صغرك ما تعودتيش ان انت تنامي في التكيف ممكن تعيي يا خليم مش هذين هموت من البلد منا برت انا قوي عادلW متن نجا متن نجا ده بقولك الاية من الريمود من عندك دهو حاولت وطي تكيف ولا عمل GREGA اي儿 حاجه كذا غذا مرة مش عايت وايط обсنو ا مش عارفا الرمود ماله عمالي علق ده مكون رجب عافريد طيب ما تحاولي التطبيق خالص ما تحاولش ما تحاولش ما فيش فايدة ما فيش حل غير ان انت تطلع دي في السكت الكعربة من بره معقول يا ناس الواحد يبقى امتلك كده في عز الولعة كلم الزفت اللي انت جبت منه التكييف ده يجي يصلحه ما بحاول اكلمه اول ما لقيت التكييف تهبل كده والراجل قافل موبايله وقعدت تقولي بس ايسلاند ايسلاند او بقينا في ايس هوم او بس واعتو ان نقولي الوقتي احنا هنعمل ايه هنمس ديف الايس تروم دي امي هات البطاتين هات البطاتين بسرعة 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 قاعدين في التكييف متانيين اوح يا بختيهم واحنا قاعدين هنا ميتين من الحر قاعدين في التكيف متانين واحنا قاعدين هنا بايتين من الحر بعد ما رضعنا وكبرنا وجوزنا يا رمونا الرامية دي لا لا بقولك ايه متلوميش بنتي ابدا الراك على الراجل هو المسؤول لا يا اختي تلاقي بنتك ايه اللي وزته وكلت دماغه وبعدين يا نعام انا زعلانة احنا هنفضل قاعدين كده حرانين وسجدين ومزلولين بقولك ايه تيجي ندي على التكيف فكرة يا رب التكيف يبوز يا رب يا رب التكيف يبوز ويتحروا يا رب يا رب آمين الحمد لله الحمد لله انا دا عيد يا نعام انا زاقانة وحرانة وقرفانة ومش قادر ازكت طب بقولك ايه تيجي نشتمهم من ورا الباب اه اه نشتمهم نشتمهم بس بس بهدر اه لو اشتبناه برضو مش هيطفي نارنا اه واحنا مش نقصين نار وحر يا نعام بقولك ايه تيجي انا وانتي نشتري تكيف وحنجيب فلوسه من ايه فلوس ايه احنا مش محتاجين لفلوس احنا نشتريه بالتقسيد ايوا انتي تدفعي نص القسط وانا ادفع نص القسط اوكي متفقين ايه الحر اللي هجب مرة واحدة ده لا 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 معقولة مع التكيف والواحد يعرق كده ايه ايه اللي بيحصل ده انا حاس ان انا عطشان وفيه صارب في القوضة شايف التكيف ده بانا التكيف ده ايه بقى حل الوحيد ان هو يترمي بقى ولا نعمل فيه كيف تتتتوا ما كنا عاديًا بنتجا التكيف اللي رسم ده بيتك حبيتك في السريف حبيتك في السر نترد وهي في السلس ثم و protocols عيونك الشيط وعيونك الشيط هالآه يا حبيب بص حماتي إحنا بعد ما قضينا ليلة أنا ورانيا في التكييف الهائل يعني اكتشفنا إن إحنا هنبقى قنانيين جداً يعني لو عشنا طول عمرنا في التكييف ففكرنا إن حضرتك إنتي ونجلق يعني تبييته النهاردة مكاننا بقى وتستمتعه بالتكييف وأنا ورانيا نقعد فوق دلك شوية يا حبيبي يا عادل أنا فعلاً طول عمري بقول إن إنت إحناين علينا يا سلام يا عادل بتبدي حماتك عن أم طبعاً حماته واكلة عقله بالتكييف يا ماما خليها تنفعه وإحنا بريقدرش على زعل حضرتك أبداً يا حماتي يا حبيبتي يعني والله شوفي والله ما حد نايم في القوضة غير حضرتك وإحنا هنا غير أنت كده يلا يا سلام يلا أنام في التكييف ماما بلاتش يا ماما أنت مش حمل بهدها أنا القوضة دي مش هدخلها خالص ليه بس كده هدخلت؟ هدخلت مادام ما جاتش من ابني يبقى ما تلزمنيش شوفت يا عينا عام يا حبيبتي هدي أخرتها أهو إحنا نربي ونكبر ونتعب فيهم وفي الآخر مش عايزيننا نخش نتهنى بالتكييف شوية ماما بص يا ماما بجد الأحسن لك إن إنت تباتي ليلة في التخشيبة وما تباتيش ساعة واحدة بس التكييف بقولك إيه يا مجيدة يا أختي؟ إحنا نعمل زي ما اتفقنا نشتري تكييف شرك إنت تباتي فيه يوم إنتي ونجلة وأنا وبنتي حبيبتي يوم أنا ما عنديش مانع وموافقة طب يا جماعة مادام أصرتهم إنتي تشتريوا تكييف بلاش تجيبوا من الوقت سامح المصاب الطويل ده شوف الخبس واللقم شوف الخبس واللقم بتاع ابنك إنتي بخلي فاي الزيدة عايزة تبسط هو في التكييف وإحنا لقى والله يا فكرة سناء إيه رأيك يا سناء؟ تي جين تتباتي النهاردة في التكييف لا يا أخويا تعالي لا أنا حبيب في التكييف بتاع مامتي صح يا ماما؟ صح يا حبيبتي أخش بقى أنام أنا جوا في التكييف رانيا ما تخشي تشوفي لنا الجو كده صيف ولا شدها سلام عليكم ساك يا رانيا إيه اللي مقاعدك لوحدك هنا؟ مش قاعدة جوا في التكييف ليه؟ قال الأغصاد صحيح أخبارها إيه؟ خريفة والصبح كانت بتمطر بتمطر؟ أكيد التكييف كان بنقط مالت له أربعة جرادل يا نهارا بياد طب وبقيتي الناس فيين؟ قاعدين جوا في التكييف معقولة يا رانيا؟ ده زمانهم دلوقتي ساعوا أو تجمدوا أقوم شوفهم استنى بس يا عادل طول عديد في القوضة دي وصلهم جابوا تكييف جديد إيه؟ تكييف جديد؟ طب ليه خليتيهم يجيبوا من سامح النصاب ده بس؟ وهم ما جابوش من سامح النصاب جابوا من واحد من طرف سناء مبروك التكييف يا سناء الله يبارك فيك يا عادل عشان الناس اللي كانت تنطط مبارح يتبطوا ويسكوتوا جبتي بكام بقى التكييف ده يا سناء أمك؟ على خمستاشر جنيه كل شهر على عشرين سنة حابق أسددهم المعاش إن شاء الله طب بس أكيد يعني أخد منك فلوس كتير أو في تركيب عبداً ولا مليم يا عادل أصنو معرفة آه وشغال كويس؟ زي الفل سناء يا حاببتي قلنا بيخديني أبيت معاكي النهاردة في التكييف بقولك إيه يا رانيا؟ ما تشغلوا تكييف قدتكم انت ليه يا حاببتي تستخصري في نفسك؟ حلما ندفع معاكو الفترة بالنص ما تلعيش؟ شريدك عادل تتبليش دعوة؟ اتصرف؟ أنا غافطة حسيح يا عادل تكلم اللي اسمه سامح ده؟ أنا بحاول أكلمه آيه آيه دولة حبيبي دولة عايزي؟ إيه يا دولة بص بقى يا عم إحنا الحال في البزار واقف بنا خالص بسبب الحر اللي إحنا فيه ده فأنا وأنا في بيع العم وأنا شرق عم بص فقلت بقى أنا فكرت يعني قلت أروح عند دولة حبيبي قعد عنده في التكييف ولا حاجة ساعتين ثلاثة كده البكرة الصبح من عناية الكيل من عناية يا سلام وأنا بديك الساعة أما أنت تجيلي عشان تقعد عندي في التكييف ده اليوم اللي أنا بتمنى ياه أنت مش بس صحبي ده أنت ابن عم يعني ولود عم ولود عم أصيل أصيل يا دولة وبعدين ده أنت أفضلت كتير قاوة علي ده أنت يعني لولة زكاءك ما كنتش أفضلت مقدم اللي أنا فيه من درجة اللي أنا أجيبتك يفطنم أنت يا ابني ربنا بيحبك أنك يعني ربنا رزقك بواحد زي كده يا ربنا خليك يا دولة أخيراً أعرفت وفضلكوا علي أما فضلنا عليك عارفينه طبعاً يا سلامة اتفضل اتفضل وعب وكمان إيه؟ هقفل عليك الباب من بره عشان محدش يزعجك وتعتبر نفسك يا عم النهاردة أجازة النهاردة عيد التكييف الدولي ربنا خليك أدول لا مش لدرجة بوس اتفضل خليك اتفضل انا والله مش عارف أقول لك ايه لا ما تقولش ما تقولش خش بس أيوة خش 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 بس كذا دلوقتي أحسة إن الفلوس مراحلش شيت للهوا يا عادل إيه اللي انت عملته دا؟ انت عارف انت عملت اعرف يا حرام عليك عادل سيبيه خليني أخلَّش شو rien من اللي بيعملوا فيczenie يا عادل آكل政 يا عادل حرام عليك يا عادل حرام عليك يا عادل حرام عليك يا عادل يتموّدو يا عادل حايزي ياحم سيبيه سيح يا عارفة عارفة اللبن بيعقموه ازاي؟ ازاي؟ بيقوموا مدخلينوا على سخنه بعدين يطلعوه على ساقع وبعدين يدخلوه على سخنه بعدين يطلعوه على ساقع اللي غاية تم يتبسطر انا عايزوا بقى ايه؟ يطلعلي لبن زبادي صدر اصعد ماشي سلمنا على المعلم يوصي اهلا اهلا يا بشوانس ايه اللي اخبار؟ انا لسه جاي من البيت دلوقتي يا استاذ عادل وكشفت على التكييف اخباره ايه بقى؟ التكييف بايز طب ما انا عارف ان هو بايز يعني بايز من ايه حضرتك؟ نتيجة سوق الاستخدام وده واضح من الرموت وبعدين كان شغال طول اليوم ما حضرتك تكييف لازم يبقى شغال طول اليوم ايوة بس مش حابة سخنه وحابة ساقع وبعدين فيه كتالوج بيوضح ازاي تستعمل الجهاز ايوة حضرتك انا شفت الكتالوج الكتالوج مكتوب بالصيني طب وايه زنب الشركة ازاي كنت حضرتك ما بتعرفش تتكلم بصيني يا سلام؟ يعني انا لازم اخد كرسي صيني قبل ما اشتري المكيفات بتاعكو؟ اللي عايز يخافز على الجهاز بتاعه لازم يعمل كده ايوة يعني ايه ايه ده اتفضل حبي اتفضل اتفضل ادي ضحية من ضحايا التكييف بتاعكو اهو اتفضل له فاهم هو حران ولا سقعان ده تحاول ينهريس واحد نعمل له ايه دي الوقت نعمل ايه حضرتك؟ ارمي وهات واحد تاني ارمي؟ والوها فعلا حتى لو راميته وما جبكش واحد تاني انا كسبان برضا الشركة عندنا عاملة عروض جديدة تدفع تسعتاشر جنيه اسط على عشرين سنة اه لا يا دولا دولا اه هو يا ابني دولا 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 هو هتدفعه لمالين احنا محتاجين فلوس عشان تعالجني بيها تعالج بيها؟ الشركة عندنا عاملة عروض علاج ضد امراض التكييف وبالتأسيد برضو والله يصعبان علي يا ابني برضو طيب بكامل اسط بتاع العلاج ده خمسين جنيه في الشهر على عشرين سنة اعالجي يا عادم اعالجك ايه؟ اعالجك ايه؟ بيقولك خمسين جنيه في الشهر على عشرين سنة يعني قاعد اعالج فيك عشرين سنة؟ لا حضرتك الاقتراح بتاعك النرمي ده افضل كتير جدا هتلينا بقى تكييفين من ابو تسعتاشر اعالجني يا دولة اعالجني استنى يا ابني اعالج فيك ايه؟ اعالج حوالك ولا هبالك ولا عبطك؟ لا 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 نرمي نرمي روح ارمي نفسك قدام اي مستشفى حكومي مستشفى حكومي عادة يا سلام وانا هبقى احنى عليك من حكومة